بعد المياه التي جف الوقت بانتظار العراقية يرتوي منها وباتت حقه المسلوب وبعد انتهاك الحدود والوعود تجن تركيا وشر جنونها حرب معلنة وحقيقية تخطت حدود البشر والمياه لتختال الشجر ثم تتحول للقذائف الحارقة داخل أراضي العراق تحرق المساحات الخضراء بواسطة قنابل تركيا ثم تنهي قواتها إنشاء مراكز عسكرية لها في المنطقة هذا ما يحصل على الأرض أما في السماء فتشن الطائرات التركية حربها على مناطق تقول إنها تغذي دعب حزب العمال الكردستاني وهو تمهيد لتهديد صرح به أردوغان حيث العين على مخمور مخمور المخيم والمنطقة واللاجئون توجه أسلحة تركيا دون اكتراث لأمر البلاد المجاور لها أي العراق لكن لم تتوقف تركيا عند حد جرف أرض العراق وسريقة المياه والشجر فالأزمة تفاقمت لتصل إلى حد الاعتداء السافر على سيادة الأراضي العراقية البرق والصاعقة ومخالبها أسماء عمليات عسكرية ضمن الحرب التركية بذريعة محاربة الإرهاب مع تأكيد تركي باستمرار العملية العسكرية والحديث عن صبر قد نفد الصورة وانعكاسها الخطير على الساحة العراقية تحركت لها مطالب نيابية بضرورة توقف تركيا عن اختلاق الفوضى الأمنية والعسكرية مع عدم استغلال الاتفاقيات القديمة المبرمة مع العراق